وعلى همش المشاركة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات أكد وفد الشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين تحرص على بناء علاقات طيبة مع جميع دول العالم وذلك إدراكا وإيمانا بالتعاون والتنسيق البناء بين الدول وما يحققه من آثار ونتائج إيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي مؤكدا الوفد دعمه لما يقوم به البرلمانيون من جهود متواصلة من أجل تعزيز الشراكة والتكامل بين البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي وبما يسهم في صوغ قرارات دولية داعمة لتجاوز التحديات والأزمات المختلفة وخصوصا التحديات الأخيرة التي نشأت عن انتشار جائحة كورونا جاء ذلك خلال عدد من اللقاءات التي عقدتها مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب والوفد المرافق مع كل من رئيسة مجلس النواب بمملكة بلجيكا ورئيسة مجلس الشيوخ بمملكة بلجيكا ورئيسة البرلمان الأرجنتيني ونائب رئيس مجلس العموم ورئيس قسم الطرق والوسائل بالمملكة المتحدة وأشارت معاليها أن تفعيل الدبلوماسية البرلمانية يأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه بالتواصل والانفتاح وتوطيد العلاقات مع دول العالم على كافة الأصعدة لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون مؤكدة حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على تعزيز التعاون البرلماني مع كافة المجالس التشريعية مؤكدة حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين